مرحبا بكم مشاهدين الكرام على قناة الاموال ولو بتشوفونا على فيسبوك اهلا بيكم في بعد الاقبال الجماهير الكبير على شهادات الادخار اللي هي بعائد 18% يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري قال انه شهادة الادخار اللي هي بتاع 18% اللي هي العائد بتاعها مرتفع جدا متاحة وانه مش هيقف باعها للجمهور عشان كده فيه ناس كتيرة بتسأل عن شراء الشهادة دي وطريقة الاستثمار فيها ويطرح حصيلة باعها في اول اسبوع وصلت كان الشهادة دي كانت اطرحت من الفترة اللي فاتت وكان يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي قال في تصريحات لي ان هدف البنك الاهلي من طرح الشهادة هو حصول العملاء على عائد مجزي من الاستثمار في الجنيه المصري والتخفيف عنهم من حدة ارتفاع الاسعار واللي جيه طبعا وجود نتيجة وجود تضخم جديد بسبب زيادة اضطرابات الامدادات العالمية وده اثر النزاع الروسي الاوكراني من وقت ما بدأت العملية الروسية على الاراضي الاوكرانية وصف الشهادة دي بانها فرصة كبيرة لتحقيق دخل جيد ده بالنسبة للظروف الاقتصادية الحالية او اللي بدعاشها في الوقت الحالي قال كمان نائب رئيس البنك الاهلي انه بيع شهادات الادخار اللي هي بسعر مرتفع زعر الفايدة بتاعها مرتفع اللي هي 18% موجودة في بنك الاهلي وبنك مصر وانه هي حققت رقم قياسي في نهاية معاملات الاحد اللي هو احنا بصدد النهاردة وصل لمتيج 25 مليار جنيه بعد 7 ايام بس من طرحها بيستحوز البنك الاهلي المصري على تلتين اجمالي حصيلة بيع الشهادة ده بعد ما سجل اجمالي بيعها نهاية النهاردة اللي هو بنهاية التعاملات اليوم 152 مليار جنيه في البنك وانه مش هيقف بيع الشهادات دي لا في البنك الاهلي ولا في بنك مصر الا بعد ما يتم بيعها بالكامل خلال الايام اللي جاية وانه هي هتكون متوفرة بطبيعة الحال لجميع العملاء للحصول على عائد مجزي للاستثمار في الجنيه المصر بنك الاهلي وبنك مصر كانوا طرحوا للجمهور شهادة الدخار جديدة بفايدة مرتفعة بعد اعلان البنك المركزي رفع سعر الفايدة الواحد في المية وده القرار ده لأول مرة من خمس سينين مع انخفاض سعر الجنيه مع القرار الاخير اللي هو بتاع التعويم امام الدولار قال برضو على اثرها انه المسؤولين في الفروع سواء في البنك الاهلي او بنك مصر هيترحوا بيع الشهادة اللي هي 18% وهتكون موجودة للعملاء متاحة من خلال الفروع اما انك بتتسلمها او بتتعامل من خلال الفرع مباشرة او من خلال الكول سنتر او الانترنت البنكي وللعميل الحق برضو في شراءها في اي وقت يرغب فيه وباي طريقة من الطرق المذكورة اللي احنا ذكرناها لحضراتكوز هوا بتروح للبنك او من خلال الانترنت او انك بتتعامل من خلال التليفون مع الكول سنتر وده طبعا بعد ان انت بتشتريها بعد ادراجها على النظام الالكتروني لكل بنك سواء البنك الاهلي او بنك مصر شهادة 18% بتعتبر اعلى فائدة مقدمة على مستوى الجهاز المصرفي بعد شهادة 20% لو تفتكروها دي كان طم ترحها في نوفمبر 2016 بحسب محمد الاتريبي وده رئيس بنك مصر قال ان اجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة اللي هي بتاعت العائد المرتفع 18% قفز الى 73 مليار جنيه مع نهاية تعاملات الاحد احنا نتكلم دلوقتي على بنك مصر بنك الاهلي وصل الى 25 مليار بنتكلم انه في زيادة 21 مليار جنيه عن يوم الخميس اللي فات من يوم الخميس للحد بنتكلم عن زيادة 21 مليار جنيه رقم كبير جدا وده يدل ان الشهادة دي او الاستثمار ده مجزي بالنسبة للناس وفي اقبال كبير جدا عليه وده بعد ما تم اتاحة شراء الشهادة اللي هي 18% من خلال عائد سنوي طبعا من خلال خدمة الانترنت البنكي وده برضو تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد سواء للعملاء او تيسير على عملية سير البنوك او في الفروع بتاعت بنك الاهلي وبنك مصر من ناحية تانية او تيسيرا على عملاء البنوك برضو احنا بصدد الشهر الكييم اعلن البنك المركزي المصري عن المواعيد الجديدة الخاصة بعمل البنوك في شهر رمضان المبارك وده لمدة اربع ساعات بس من المقرر ان هي هتمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحا الى الواحدة والنصف بعد الظهر بالنسبة للموظفين اللي هيكونوا عاملين بالبنوك بطبيعة الحال هيبدأ العمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر كل عام وانتم بخير واعاد الله عليكم الشهر الكريم باليومني والخير والبركات شكرا جزيلا للحسن المتابعة اشتركوا في القناة